وفي إطار التعاون الثقافي المصري الليبي فقد شارك وزير الثقافة والتنمية المعرفية سلام الغويل في افتتاح فعاليات دورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل واستهل لغويل جولته من داخل جناح وزارة الثقافة والتنمية المعرفية حيث اطلع على ما يتضمنه الجناح من إصدارات متنوعة وجاءت المشاركة الليبية بالمعرض لتوطيد العلاقات الثقافية بين البلدين بناء على تعليمات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنجوش بشأن التحول الرقمي وضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين الليبيين بالخارج اطلقت سفارة الليبية بالقاهرة موقعاً إلكترونياً خدمياً للمواطنين الليبيين المقيمين بمصر بالتعاون مع مكتب التوثيق والمعلومات بالوزارة كما تم تفعيل عدد من المنظومات الإلكترونية الخاصة بالسفارة لتسهيل الحصول على المعلومات وتصنيفها